هل تبحث عن موقع بديل كانفا؟ في هذا الفيديو هنتعرف على موقع وي بيك سهل الاستخدام وبيوفر أدوات للتصميم الجرافيك والأوالب الجهزة وتصميم منشورات السوشيال ميديا مناسب للمبتدئين والمحترفين جميع الأدوات المتاحة في كانفا الخطة المدفوعة متواجدة في موقع وي بيك مجانية زي أدوات الـ AI إضافة الخطوط إزالة الخلفية للسور وأدوات أخرى هنتعرف عليها داخل الفيديو معاكم منا محمود هشارك معاكم كل ما يخصص ناعة المحتوى والتصميم والتسويت اشترك في قناة منا محمود وفعل الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة هنتعرف على وجهة الموقع وكيفية التصميم والتسويق واستخدام الأوالب الجهزة وإنشاء تصميمات من السفر وكيفية استخدام أدوات الزكاة الاصطناعي لتحسين تصميماتك هسيب لكم رابط الموقع في الـ description box والتعليق المثبت هدخل على موقع وي بيك هضغط على log in هضغط على sign up وابدأ أنشاء حساب لو عندي حساب على free pick أقدر أن أنا أدخل بسهولة هضغط على log in ودخل الإيميل والباسورد بعد ما عملنا إنشاء حساب دي وجهة الموقع من السرش بوكس نقدر نكتب أي قالب إحنا عاوزينه مثلا عايزة instagram post فهكتب كده في السرش instagram post وضغط على enter هيبدأ يظهر لي كل الأوالب الخاصة بالانستجرام post وطبعا فيه بيج كتير نقدر نحنا نضغط هنا next page هيبدأ يظهر لنا أوالب أخرى ممكن نعمل تخصص عايزة عن الكوت فهضغط على كوت هيبدأ يظهر لي انستجرام post خاصة بالكوت هارجع تاني للصفحة الرئيسية هضغط على وي بيك عندنا أدوات بالذكاء الاصطناعي زي ممكن نجدول منشورات السوشيال ميديا من خلال وي بيك إزالة الخلفية وعندنا البراندكيت وهنتعرف عليها هضغط على new project وابدأ ان انا اكتب المقاس التصميم اللي انا عايزاه مثلا انا عايز اصمم لوجو فهكتب 500 والهيط 500 بيكسل او ميليمتر فانا هاختار بيكسل وضغط على confirm هيبدأ ان هو يفتح لي التصميم او ان انا استخدم من الجهزة فيه طبعا كل المقاسات فانا هاختار instagram post هضغط عليه هيبدأ يفتح لي الاديتور ونبدأ نتعرف ازاي نستخدم الاديتور في التصميم دي وجهة الاديتور واجهة بسيطة وسهلة ومشابهة لموقع canva هنبدأ نتعرف على الادوات اول حاجة عندنا resize نقدر ان احنا نغير مقاس التصميم اللي احنا شغالين فيه فمسلا عايزة افتح business card فهضغط على business card هيحول لي البيج لمقاس الbusiness card عايزة ارجع تاني لمقاس الانستجرام post هضغط عليه هيبدأ ان هو يرجح لي مقاس انستجرام post طبعا اي حاجة بننفذها داخل الاديتور بيتامن لها auto save هنا نكتب اسم البروجيكت فمسلا هكتب tutorial او اي اسم عشان اكون عارفة اسم التصميم علشان لما ايجي ارجع له مرة اخرى اقدر ان انا اكون عارفة اسمه ايه من الكالر نقدر نحن نغير لون التمبلت مثلا عندنا solid فانا عايزة اخلي الكالر مثلا رمودي او ان انا اقدر استخدم ابدأ ان انا اغير الالوان كلها ومن السيركل ابدأ ان انا اشدها كده يبدأ يغير لي شكل فانا هخليه solid واي حاجة بننفذها داخل البيج بيتامن لها هنبدأ نتعرف على شريط الادوات اول حاجة عندنا التمبلت الاوالب الجهزة في اوالب لجميع المجالات والتصميمات المختلفة سواء logo social media business organization education عندنا banners وheader عندنا logo في اوالب كتير لجميع المجالات لو ضغطت كده على see all هيبدأ يظهر لي كل الاوالب الخاصة بالsocial media لو انا عايزة احدد مثلا عايزة instagram post فاكتب كده هنا في search instagram post هيبدأ يظهر لي اوالب خاصة بالانستجرام ابدأ اختار اي قالب مثلا هاختار القلب ده فهضغط عليه هيبدأ ان هو يضاف داخل البيج وابدأ اعمل عليه اي تعديل انا عايزي لو عايزة ارجع عن اي خطوة انا نفستها فهضغط على undo او من الكيبورد هبدأ اختار القلب المناسب ليه فمسلا هاختار القلب ده فهضغط عليه وابدأ اغير التمبلت عايزة اغير عايزة اغير الفونت عايزة اغير نفسه عايزة اغير اي حاجة نقدر نغيرها في القلب طبعا هنتعرف تلوقتي ازاي احنا نغير اعمل اي تعديل على الاوالب الجهزة هفتح بيج جديدة ونبدأ نكمل باقي شريط الادوات ثاني حاجة في شريط الادوات التكست هضغط على add a heading هيبدأ يضاف تكست بوكس داخل البيج نبدأ ان احنا نحركه بالشكل ده في اي مكان في البيج احنا عايزينه عايزة اغير النص هضغط عليه واكتب اي نص انا عايزينه عايزة اغير نوع الخط هضغط على الفونت وابدأ اختار الخط المناسب ليا في مجموعة كبيرة من الخطوط نقدر كمان نعمل سيرش عن اي اسم خط احنا عايزينه ومتاح خطوط باللغة العربية الفيتشر دي الخطوط الاكثر استخدام ماي فونت نقدر نرفع خطوط من البي سي مجانا هسيب لكم مجموعة خطوط بالعربي وخطوط بالانجليش على قناتي على التليجرام والواتساب هسيب لكم رابط القناة في والتعليق المثبت هنضغط على وابدأ اختار الفونت وضغط على هيبدأ يرفع الخط على الموقع وابدأ اختار الفونت لو ضغطنا على هنبدأ نكبر الخط لو ضغطنا على هنبدأ نصغر الخط نقدر نغير لون الخط مثلا عايزة او عايزة اللينك نقدر نضيف رابط للموقع للسوشيال ميديا وده بيكون مناسب لتصميم الكتب هنتعرف عليها وإحنا بنتكلم عن ادوات الزكاء الاصطناعي نقدر نحنا نضغط على لو ضغط على التلات نفس الادوات اللي هنا بس اضافة لها هنضغط على في تأثيرات للخطوط زي للشادو ونقدر نحنا نضيف اتنين في تاكست واحد عندنا برضو زي عندنا 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 نبدأ نجرب ونشوف المناسب لنا وللتصميم بتاعنا في عندنا برضو جاهزة عندنا وعندنا وعندنا هنضغط عليه ونبدأ نحنا نغير النص دي اولب جاهزة للنصوص مثلا هنختار القلب هنبدأ نضيفه داخل التصميم ونبدأ ان احنا نشده كده ونبدأ ان احنا نغير الكتابة مثلا عايزة اغير الدومين هضيف الدومين بتاعي فهمسح كده وابدأ ان انا اصغر الفونت عشان يكون مناسب ممكن نغير التكست كالر دلت حاجة في شريط الادوات الاليمنز اللي هي العناصر فيها الايكونز والشيب والستيكر والإلستريشن والفريم هنبدأ نتعرف على العناصر الموجودة هنفتح بيج جديدة عشان نبدأ نجرب فيها هضغط على هضغط على هيبدأ يفتح لي كل الايكون طيب انا عايز ايكون مثلا هضغط على هنا واضغط على هيبدأ يظهر لي كل الايكون هضغط على وابدأ ان انا اختار هيبدأ اظهر لي كل الايكون اوتلاين مثلا زي ده كده نبدأ نضغط عليها هيتضوف داخل البيج نبدأ ان احنا نصغرها ونضيفها في اي مكان احنا عايزينه مثلا عايزة ايكونات عن السوشيال ميديا اقدر ان انا اكتب في السورش بوكس سوشيال ميديا واضغط على هيبدأ يظهر لي ايكونات عن السوشيال ميديا هشيل هيبدأ يظهر لي الايكونات هضغط مسلا على هيبدأ يضوف داخل البيج ابدأ ان انا اصغرها واضفها في المكان اللي انا عايزين هارجع تاني وهضغط على في الشيب الاساسية فمثلا هاضغط على السيركل هيبدأ يضوف السيركل ابدأ ان انا اصغرها اكبرها بالشكل اللي انا عايزة عايزة اغير لون السيركل هضغط على ال وابدأ ان انا اختار اللون اللي انا عايزة هارجع تاني لل عندنا ال عندنا 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 ودي شبه الفريم في هضغط كده على هيبدأ يضوف ونبدأ ان احنا نروح على ونبدأ نختار مثلا الصورة دي وابدأ اشدها لداخل الفريم وابدأ ان انا اضغط عليها كده واغير مكانها اعمل لها بالشكل ده الفوتوس في مجموعة كبيرة من السور مجانية ومدفوعة اي صورة عليها علامة الكراون دي بتكون تبع الخطة البريميوم طبعا السور دي بتكون جاية من موقع فطبعا نفس السور اللي احنا بنعمل سورش عليها في موقع هي المتواجدة هنا في ونقدر نحنا نعمل سورش عن اي صورة احنا عايزينها مسلا عايزين عن الكوفي فهكتب كوفي هيبدأ يظهر لي سور عن الكوفي مسلا هنفتح بيج جديدة وهبدأ ان انا اختار الصورة دي هبدأ اختار الصورة دي الصورة دي فيها خلفية انا عايزة احذف الخلفية فهضت على هيدا يحذف لي الخلفية كده حذف الخلفية ونقدر نرفع سور او فيديوهات من البي سي لموقع وي بيك هضت على وضت على ابلود ميديا وابدأ اختار الصورة مسلا من عندي مسلا هختار هختار الصورة دي وضت على هيبدأ يرفعها على موقع وي بيك وابدأ ان انا استخدمها في تصميم بتاعي هنفتح بيج جديدة ونبدأ نروح على اخر قسم اللي هو ودي الادوات الزكاء الاصطنوعين وطبعا جميع الادوات مجانية وهنبدأ نتعرف على كل اداة وكمان هنتعرف على وازاي ان احنا يكون عندنا على موقع وي بيك عندنا عندنا هندغط عليها ونضغط على ونبدأ نكتب هنبدأ نكتب النص وهو هيحول هالي الى صورة هنبدأ نكتب وصف الصورة وهنجرب باللغة العربية هل مناسب فيه وصف باللغة العربية ولا لأ هنعمل كده انا كتبت وصف الصورة اللي انا عايزيها وابدأ ان انا اضغط على اخطار انا اعزيها لا اعزيها فانا انا وابدأ انا اخطار الس inclu انا انا اضغط على طبعا هو ما نفعش معي باللغة العربية فهنبدأ الافضل احنا نكتب الوصف الصورة بالانجلش هبدأ اكتب طبعا انا هكتبه بالانجلش وهبدأ ان انا اختار ودغط على هو بيقدم لي اربع سور ابدأ ان انا اختار الصورة المناسبة اللي انا عايزها مسلا هاختار الصورة دي ودغط على هيبدأ تضاف داخل البيج هارجع تاني للتولز وافتح بيج جديدة وابدأ اجرب بيصمم لنا ويكتب لنا محتوى عن فهدت على وابدأ اكتب الطبك مسلا عايزة اكتب عن الديزاين وابدأ ان انا اختار التون انا عايزة كاجول عايزة فورمل عايزة كرياتيف عايزة فان عايزة بروفيشنال فمسلا هاختار كرياتيف وابدأ احدد انا عايزة البيج بتاع البيزنتيشن قد ايه مثلا عايزة تمانية عايزة اربعة مثلا طبعا لغاية الوقت مش متاح اللغة العربية في الانجوج فهاختار انجليش وابدأ اختار الستايل البرزنتيشن فمسلا هاختار الستايل ده وانزل تحت واضغط على جينريت اي اي بريزنتيشن طبعا هو اقل بيج لازم يكون ستة فهضغط على ستة واضغط على جينريت اي اي بريزنتيشن واضغط على جينريت بريزنتيشن هيبدأ يحضر بريزنتيشن عن الموضوع اللي أنا كتبين هيبدأ يفتح لي وده شكل نبدأ إن إحنا ممكن نغير أي كتابة إحنا عايزينها أو نغير هنرجع تاني للتولز وهنبدأ نجرب هي عبارة عن إحنا بنكتب عنوان للموضوع وهو بيكتب لنا المحتوى هنجرب هل هيكتب لنا محتوى باللغة العربية أو لأ فهكتب مثلاً التسويق بالمحتوى ونضغط على ننفذ لي الكتابة مظبوطة نبدأ نحنا نكبر الكتابة نغير الفونت هنرجع تاني للتولز ونجرب هاختار اللغة اللي أنا عايزة أحول لها الترجمة فهضغط على وهضغط على هعلم على نفس البيج اللي أنا وقف عليها وضغط على حول لي العربي للإنجليش هضغط على نقدر نضيف رابط للسوشيال ميديا أو ممكن نضيف رابط اللينك تري اللي احنا نفذناه قبل كده في القناة هسيب لكم رابط الفيديو في الدسكريبشن بوكس هعمل وضغط على هبدأ يضاف لي داخل البيج هبدأ ان انا اصغرها واضفها في المكان المناسب لها هارجع تاني للتولز ونضغط على ونضغط على هبدأ عشرين لون نقدر احنا نستخدمه في اي ديزاين احنا بنستخدمه نبدأ ان احنا نرفع الفونس بتاعتنا دي بتسهل لنا وقت التصميم بيكون الحاجة بتاعت بتاعتنا جاهزة سواء لوجو كالر فونت فدي بتساعدنا جدا في التصميم وكمان متاح مجانا على موقع ازاي نعدل على الاولب الجاهزة هبدأ ان انا اختار القلب فمسلا هختار القلب ده هبدأ اروح على او ان انا اكون رفع صور من عندي على البي سي فهاجي هانا في فوتوس واكتب مسلا هيبدأ ازهر لي سور عن فمسلا هختار الصورة دي فهبدأ ان انا اشدها كده واضفها داخل اضفها كده وهنا هكتب مسلا وابدأ اغير او لو النص ده انا مش عايزاها فهدت على طب انا مش عايزة الاليمنت دي تكون باللون البلو فهدت عليها وضعت على وابدأ ان انا اختار اللون اللي انا عايزين فمسلا هختار هدت على وابدأ ان انا اختار الوان تكون مناسبة وده الشكل النهائي بعد ما انا خلصت ازاي نحمل التصميم هدت على ومن البيج هختار البيج اللي انا عايزها فانا هختار البيج وابدأ اختار صيغة التصميم عندنا البي ان جي ودي اعلى كواليتي بي ان جي وزاوت باكجراوند دي مناسبة جدا لو احنا بنصمم اللوجو ومش عايزين الخلفية تكون ظهرة الجي بي جي وعندنا البي دي اف انا هختار البي ان جي واضعت على داونلود جربوا موقع وي بيك وشاركوني تجربتكم في التعليقات ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وانتو زروني في فيديو جديد